قام وفد ميناء الاتحاد الافريقي لكرة القدم بزيارة لولاية وهران وهذا في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها الاتحاد الافريقي بقيادة الأمين العام لمعاينة المنشآت الرياضية التي ستحتضن كأس إفريقيا للعبين المحلين المزمع إجراؤها في الجزائر وكانت هذه المرة الزيارة لولاية وهران حيث قام الوفد بتفقد ملعب ملود هدفي بالولاية حيث كانت الزيارة للمرافق الداخلية المتواجدة في الملعب وتم الوقوف على مدى جاهزية كل المنشآت المتواجدة فيه حيث قاموا بزيارة المنصة الشرفية الخاصة بالشخصية الفي آي بي حيث تم معاينة هذه المنصة ومدى استفائها لأشروط المنصوصة لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم وقد أعجب الوفد كثيرا بهذه المنصة الشرفية والتي تعتبرها إضافة حقيقية لملعب ملود هدفي في وهران وتواصلت زيارة الوفد الاتحاد الافريقي حيث قاموا بمعاينة الملعب الملحق الخاص بالتدريبات ومعرفة مدى جاهزية أرضية الميدان التي ستستضيف تدريبات معظم الأندية التي ستشارك في كاس إفريقيا حيث يتواجد هناك ملعبين للتدريبات الملعب الملحق بألعاب القوى والذي يتواجد فيها ملعب للتدريبات وبعد ذلك قاموا بزيارة ومعاينة لملعب التدريبات الثاني والذي ظهر أنه جاهز بنسبة كبيرة ولم يتبقى الكثير ويجهز هذا الملعب خاصة من ناحية أرضية الميدان التي تظهر أنها جاهزة من كل النواح وقد أعجب كثيرا وفد الكاف بهذه الملعب الملحقة وعند زيارته للملعب الملحق الثاني والذي أرضية الميدان تجهز شيئا فشيئا كذلك لاحظة وفد الكاف أن الأرضيات جاهزة من كل النواح خاصة العشب الطبيعي والذي يظهر في أبها حل إذن يمكن القول أن الجزائر وملعب ملود هدفي وقد أصبح جاهز من كل النواح من أجل احتضان مباريات كاس إفريقيا للعبين المحليين التي ستصطفها الجزائر في جونفي من سنة 2023 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر